يدخل سود الأطلس في معسكر استعدادي بجنوب إسبانيا بمنطقة ستيبونا بماربيا من الثامن إلى الثامن عشر من هذا الشهر ويبدو أن الأجواء مؤاتية للعناصر الوطنية للاستعداد للمنافسة الأفريقية بكل جدية وتفاني الانطلاق الصوب إسبانيا حددت يوم الأحد والمدارب الوطني اختار ستيبونا لدواع تبدو في نظره موضوعية اخترت ستيبونا لأن الأجواء مناسبة هناك الجو ليس بالبارد ولا بالحارة لذلك فضلت ستيبونا عوض الذهاب إلى ليبروفيل حيث هناك رطوبة عالية وسيتطلب في الاستعدادات مجهودا كبيرا يستنزف طاقة اللاعبين لأن حتى عندما كنت لاعبا ونريد التوجه صوب كاس العالم في السنوات السابقة كنا نفضل الذهاب متأخرين خاصة إذا كانت الوجهة نحو بلد حار للحفاظ على الطاقة والتأقلم مع الأجواء عناصر المنتخب الوطني ستسعى جاهدة إلى إثبات الدات في معسكرها الاستعداد بجنوب إسبانيا وستقود مباراة وديا ضد غراشوبر زوريخ في السادس عشر من هذا الشهر حسب ما أورد موقع الجامعة الملكية المغربية وحول حراسة المرمى يرى المدرب إيريك غيرتس أن نادر المياغري قد برهن على مستوى جيد وأمسيف له إمكانات انتزاع مقعد كحارس ثالث للمنتخب أعتقد أن مستوى الحارس نادر المياغري هو الأبرز حتى الآن ومنذ قدومي للمغرب كل المباريات التي خذها رفقة المنتخب كان جيدا وأكثر من جيد وأعتقد أيضا أن أمسيف هو الآخر في منافسة على مقعد كحارس ثاني أو ثلاث معسكر الأسود سيكون المحطة الأخيرة قبل شد الرحال صوبة لبروفيل في التاسع عشر من هذا الشهر للدخول في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2012 كمنتخب ينافس هذه المرة على التتويج بالبطولة لا لاستمرار في ظل الأبطال